ففي ناس عايشين كذا يعني ويضللونك بسحب الجمال والخير بدون ما يقول لك هذا أنا ترى ما جاء وقال لي ترى أنا هو فلان يعني وضحها بعدين أنا لأني شفت أقرب العاملين عرفت أنه هو لما جيت أكافأ ولا قال لي هذا أمر هذا بالذات لا يحتاج مكافأة يعني كونك تخدم واحد كان يصلي يشوف أنه أمر ما يحتاج الجزاء قبل ثلاثة أيام بالضبط كنت أمشي في ممشى على طاري المكافأة وحتى فن ترى فن المكافأة أحيانا عدم مكافأتك الشخص مع المكافأة أو ما نوعية المكافأة أحيانا بكلمة ليس شرط يكون ما أو بلطف أو بغرض معاك قلم ساعة تفك وتعطيها فلذلك يعني وأنا ما أمشي في الممشى يعني صار موقف غريب جدا شفت الرجل مع أنه يكافأ يعني شرع عصير وفي الترك كان يبيع عصائر فشرع هذا الشخص لأبقى مبلغ فقال للشخص الباقي لك ومشى صاحب الكافي رفض وزعل أقول لك تعالي نبي قدر أقول لك تعالي فهو أراده من باب المكافأة هو لكن ما ما شافه من باب عزة النفس ايه من باب عزة النفس فصار بينهم نقاش لطيف بس في نفس الوقت غريب يعني تكبر هذا وتكبر هذا ايه أثار في نفسي سبحان الله حتى ممكن المكافأة ترى نعمل من فراسة وممكن أن تقتنص الشيء اللي يناسب الشخص اللي عم رائع جدا وهذه كان يقولها علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقه الأدباء قال يعني اللمسة الحانية وأنت تعطي الفقير ربما أغلى عليه وأثمن من المال الذي تعطيه يعني كونك تعطيه بحب وبابتسامه ترىني مو متفضل عليك ترى الله الذي يرزق يعني لما يجي يقول لك شكرا لا تقوله ليس لي منه أنت اللي تستاهل أنت اللي قبلت مني وزين أنك تعطيرها حتى كان يقول الشيخ علي الطنطاوي مرة واحد من أبنائي يقول أراد أن يعطي طعام للجيران قال قلت له لا يعطى بالطريقة هذه مثال شوفت مرات لما يختلط عندك المرقوق بالرز ولا تصلح سمامة لوس هذه تيجي ما ففي حاجات ما تصلح أنها إذا اختلط مثال حلو مع عمال قال لما ترتبوها طريقة التقديم ربما تكون أثمن من التقديم يعني حتى الهدية وهي هدية تغلف إذن حتى النصيحة بعض الناس مهم وقلت أراني أهم شيء أنصح لا حتى النصيحة لازمها قالب من الجمال وقالب من النور وش رايك الروح ولا لسن صديقي ناصر قول ضيوفنا اليوم تكرموا علينا وكافؤونا بوقتي هذا الكلام هذه مقدمتنا عن أن الضيف إذا جاك فقد أكرمك وكافأك 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر